السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتشبهين 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 على قناة العزاء الغريع على قلبي سبوع المغاربة ولبؤات المغربيات تحياتي لكم الله يزاديكم خيرا يا ربي يجعل لكم في الميزان المقبول هاد الحسانات اللي تديروا في هاد القناة وليدات يا زمان فالله يكتر خيركم يا ربي امين اخوتي اخواتي شبكات تعيل الغربال قتلوا عيونك كبار قل لي وما اشتراسك اخوتي ها 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 وانا اخوتي اذا نتفرج بطيكتوك طلع ليا واحد المقطع انت على فيديو انت عمادة مهباش اي اخوتي ها 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 بنت فوق ريشة اي اخوتي طلع ليا لفيديو ديالها وهي تدق على البنت اللي كان وقع لها المشكل مع العم ديالهم اللي دابارة تتبدأ الحياة الجوجية ديالها والله يكمل لها من خير يا ربي والله يزازي هادا كولد الناس اللي بطبيعة الحال جاوا مدي ديال هاد البنت ها دي واختارها انها تقول المراد يهالو وبطبيعة الحال تنسيها ان شاء الله في هاداك المشكل اللي كان وقع لها ويجعلو ان شاء الله لها يا ربي راجل بر بها ويجعلو ان شاء الله ياربي جواج انت على العمر وتولد ولداتها والله ياربي سهلها الامر بالخير طبيعة الحال هذا ولد الناس اخوتي اللي تشوف واحد الانسانة مرت من واحد المشكيل وتيمد لي هاي الدوب الخير اراها شيحة جلي كبيرة بزاب لا يكتر من بحال هاد ولاد الناس هادو المهم اخوتي وانا كما قلتكم سنتفرج في هاداك المقطع انت على فيديو شفت مادام هباش ستقول انا عمو قري بخرج وانا عمو عامين ودازد وانا عمو را بيخيرو على خير اشنو عامين دا بيخرج ان شاء الله ويعودها على خير شيخو سيرا في تاك توك وانا عمو ان شاء الله من غادي يخرج بينسغ حتى هو غادي تجوج وان شاء الله غيختار بنت الناس امم وغيختار ان شاء الله بنت العائلة امم وغيختار ان شاء الله جوجه سالي حالي ولكن بطبيعة الحال را غادي يرتاح وياخد وارجعن شوية حياته واركسع ان شاء الله بطبيعة الحال را غادي تجوج حتى هو يا كعجتي واشنو وقع либо bint موقع لك انت بغيت غا نعرف امم اشنو وقعçi البنت ما وقع который كنتي واخا واخا شكولي تتذر همم شكولي تتذر وتضرب نستر هم وايا jiنا الان crystalline يالب نديرو التعريجة ايد اختي ربيتي يقول لنا ايدات بليتو فاستاتيرو وانتو متى تقولوا يا ربي شي شوها تكون عندنا باش نطلعو الادسنس شو اختي خرجتها من عندكم ماذا مهباش بغي صغير نعرف اش الفرق بينكم وبين هاد البنت هادي ما احتاش فرق نفس الضروف نفس المعانات نفس داك شي اللي مرت منو مع القارب ديالك اللي دا بست باها الي نبيه حسن تي مرة يسيبه وهنا غادي نقول الوالدين عافاكم لما ربيوا بنياتكم ربيوهم بمعنى التربية اشنا ومعنى اشنا معنى التربية عفوان هي عندك خافي على راسك راكنسية عورة خافي على راسك مايجيش اي يدي بيضحك عليك وتسلمي ليه راسك كوني واعية كوني تخافي على الشرف ديالك وكوني واحد الجوهرة تامينة ماياخدهاش غير ليستحقها ماشي اي واحد جاي قال لي يجوش كلمات انت عرقتان بغيك انطاق به ولا اي واحد قال لي تعالي نطرفو العادجين قول لي بسم الله انتواني اشنا يا التربية انت دابا اللي جاي تقولي هاد الكلام هادا وخارجة بعين بكحة نفس الظرف غادي نكررها لك حتى هي واحد البنت اللي كانت تحت السن وجا واحد دئب واضحك عليها وداليها اعزمة تملك وخلاها لا حلالها ولا قوة الا بالله والقانون الحمدلله خاد لها حقها اللي دابا هاد عميل اللي انتي تقولي ايواش فيها قاع را غادي خرج عمان يعتبر هادا ستعاد وزعما غا يخرج وغايتفتح وغايعيش الحياة وغايتجوج وما ترى لي ولا وبخير وعلى خير لا دائما غا يحمل هادا اللقب انتع انه دا واحد البنت عزمة تملك دائما غا يبقى هادا اللقب بلا ما نقولو مرافق معاه ودائما غايب قالو ان هاد فلان ولد فلان ابن فلان را عندو واحد لو سخ فهم ثاني يوان ما سبقاش تفتحه كتر من القياس حيث ليش يدير بحل هاد الفعائل را ما عندو باش يتفتح ولكن انتوما صبح الله العظيم را تتفتحوا بشويه هادوك شويه اللي الناس يقولوا الله ينتجينا يا ربي منشوها والله يسترنا يا ربي فوق الارض و تحت الارض و يوم العرض انتوما تتقولوا شوه كتر و كتر ماشي حشوما و تزع ما نفسك نفسها تي انتو و هي انتو و حتى انتويا كما هي اضحك عليها واحد ديب حتى انتو راجع واحد ديب و اضحك عليك و حتى انتوك انتوية تحت السن و تعاطفنا معاك و قلنا لا حوله ولا قواته إلا بالله مسكينا مناش مراتو الظروف حيث ما كانش عندها واحد المراقبة انتو على العائلة ديالها الام كانتو تخدم و تجيب لي ام لقمة العيش و الاب اللي كان قالص في الدار ما كانش حاضي مزيان حتى داز واحد ديب و دا مادة و في الاخر تخرجي و تدري فيها يجيب بنت الناس يك اختي يك بعدها هانتو تطري عليها و يجيب بنت عائلة يا هيك اختي ه انتو عاوك انتو تشطري عليها ايوه قولي ليش نمفرق بينا كل الشينا لا شي نفس الدورف و غاي بقنا تكرر عا في هاتلة فيديو باش تعلمي انك ما تخرجيش تفطحي و انتي راه نفسك نفس الدورف ديالها و ما تخرجيش صفتي معاني و انتي يقول لك كيف سنقول وحد المثال بنادم فيه محشي ومرشي ودهي الطريق من يمشي وباقي سيخرج يرمي الكلام على الناس اما واحد الحاجة اللي شفت ان الام اللي تعيطه لنا موسط اليوتيب اللي هاد البنت بطبيعة الحال اللي كان عندها المشكيل مع اخو بوكريشا مشات واجبت معها ووقفة معها في العرس ديالها ومساندها بحل انها البنت ديالها مزير اننا نديرو الخير احنا ما غادش نمنعو الخير يمنعونا الماعون الله ينجينا منهم ولكن بالاحرى هاد شي كنت تديري مع بنتك هاد الوقفة كنت توقفي مع بنتك كنت تساندي بنتك نهار العرس ديالها وتوقفي معها وتوجبي معها الواجب اللي عليه كأم بحل ده بنتي وقفة مع هاد البنت ويلينة مع هاد الخير ووقفة معه وفرح أنا لها كان علي كهان الفرحات بينيها لبنتك غاد قولوا لي يا بيلى كانت بنقشة مع البنت ديالة حتى البنت ديالها دارت العرس ومع عطتش الام دياله الحى الل duh الام ممتا تعرضتوا وبمعنى الاب تتتتتتتول والاختات تتتتتت الحى اللى całe��려 than anO 기억 الام بمعنى الام قد دفع التدفع للدخل الام بمعنى الام دارت لما صيب الكحلة وشوت بنتها بشو هالكحلة هذا هو النهار اللي غتتسامح معا بنتها فيه وغتتجي فرحانة لبنتها ها بنتها دابا حاملة يوافينه هي هاد الام اللي توقف معا بنتها ولي تساند بنتها ولي توحم بنتها ولي ما نعرفاش نوديرو علا بنتها ويا غتتولي جدة نهار غتتنفس بنتها بالله عليكم وش غتلقه ووقفه مع بنتها كي ووقفه مع هاد البنت هادي ولا زعمه ضد في بنتها وضد في العائلة نتاع الراجل ديالها والله حسح شو ما تشريتها نشوفوه حيث الام بمعناها غتقولوا ليا غتقولوا ليا لا راه بنتها مسخوطة معها ورا ما خلت ما قالت فيها وما عيرت فيها رجعوا بنتها شحل كان في عمرها هاديك الساعة بنتها شحل كان في عمرها واش لا قانون لا قانون غاي حاسبها ويا كانت في هاداك السن اللي تحت السن داباوه اللي تمسؤول على افعالها ولا اعمالها وما تنسوش حتيارها غتكون ام وكيف دارت لامها غايد دار لها بطبيعة الحال الدنيا غير سهلة في دين ولك الام قصد الواجب منتع الامومة ديالها انا عمرني مشت هاد الام هادي من هالناظو المشاكيل دارت شي واجب مع هاد البنت هادي وقفت معه حيث الام بمعناها الام ما تتقدرش تحقد على ولادها الام ما تتقدرش تغضب على ولادها الام ما تتكراش لولادها مهما ما ما نعرف اشنو يديرو الام هي التسامح الام هي السلام الام الى حرباتك الدنيا كاملة فهي ارض السلام ديالك فهي الحضن اللي تيحضنك من بعد المعركة انتع الحياة مع اي حد ما تقولوش لي انا اي كلام وغادي نكررها لكم الام هي ارض السلام من ساعك من بعد الحروبات اللي تتدوز في الدنيا ولكن نهار ستنوت الام وتشوق وتضحك وتفرح مع الناس اللي كانوا ونهشوا من عرضك ومن لحمك بالله عليكم وش الحد الان تستعطفو مع هاد الام واكتر يتبقان منشتو وقفه مع هاد السيداتي اه الله يكمل بالخير ودير الخير وكلشي ونوقف مع بعضياتنا كام غاربة ونسان دو بعضياتنا ونسان دو الضعيف وما نعرفاش نو مسكين ونوقف مع كلشي ولداتنا وبناتنا واخوتنا واخواتنا ولكن قالت الوقفة كنت بغيتها تشوفها مع بنتها ووقفة ومسان دو بنتها مهما تشوفها قوية ومهما تشوفها بقاحة العين وخارجة وصنطيحة وهادي مهما الداخل ديالها محتاجة امه وبغية امه وفي هادك النار نسع العرس ديالها محتاجة امه انها تكون في جنبها في الوقت اللي ما كانش الام كما غانقول لكم الام ما ستتعرضش الام ستدفع الدفاع والدخل